لذلك نقول هذه الطبقة السياسية غير مستقلة لا تمثل الشعب العراقي حتى ولو انتهت هذه المشكلة سوف تأتي مشاكل وانا على قناتكم الموقرة ذكرت منذ تشكيل الحكومة حكومة محمد الشعاء السوداني قلت ان امر الحكومة هذه سوف لن يطول وسوف تتفجر مشاكل تلوى المشاكل ليس فقط بتوزيع الثروات وسلطة القرار وانما مشاكل كثيرة الآن الفيدرالية وقليم كردستال وغيرها أستاذ أحمد لو يعني